وفي الختام قبل أن نطرح سؤالا مهما ننتهي إلى أهم النقاط مما عرضنا سابقا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بسبب الاضطهاد الديني الشديد لقامت بقريش وكفار قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين الذين دخلوا إلى عبادة التوحيد كل ده قامت بقريش عشان خشت قريش من السلطة والقوة للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من آمن معه صلى الله عليه وسلم تقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف في ذلك الزمان المهاجرين مع الأنصار وكان في عدد كبير جدا من الأنصار دخلوا إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا بيسمعوا من يهود المدينة وهم أهل كتاب بأن في نبي آخر الزمان وأنه حيكون من العرب فكان عندها تمهيد لنبي آخر الزمان لذلك دخل عدد كبير من الأنصار إلى دين الله تكاتف المهاجرين مع الأنصار وكانت الغلبة والقوة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وكان تأسيس أول دولة للمسلمين وضع النبي عليه الصلاة والسلام دستور المدينة دستور المدينة هذه الوثيقة العظيمة التي فيها حفظ لحقوق غير المسلمين قبل حفظ حقوق المسلمين وده ملخص يسير لأهم النقاط وما انتهت إليه الهجرة من هذا الوضع العظيم وهذا النصر الجليل من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام سواء من المهاجرين أو من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آيات الهجرة خاصة بهم وليس خاصة بمن بهؤلاء أو بجماعات الظلام والتكفير اللي بياخدوا ويقطعوا آيات الهجرة من سياقها وينزلوها على واقع دول إسلامية بيكفروا شعوبها ويكفروا حكومتها وبعد كده يبيحوا لنفسهم التفجير التكفير الأول وبانوا عليه التفجير والقتل وسولت لهم أنفسهم كل هذا الظلم والدم والظلام ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية يبقى السؤال المهم اللي قلت لحضراتكم عليه كيف نفعل مفهوم الهجرة الصحيح في حياتنا العملية يمكن للمسلم أنه ينقل مفهوم الهجرة الصحيح في حياته العملية بأنه يترك كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه عرفنا دامنين من وصف النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجر قول النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه دا كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا علمنا إياه الحديث بقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وفي رواية أخرى المسلم من سلم الناس من لسانه ويده إذن النبي عليه الصلاة والسلام بينبه إلى إن المسلم في مجتمع المسلمين إنسان صالح يسلم الجميع من لسانه ويده يسلم من أداه وكذلك في مجتمعه الإنساني الكبير كذلك يسلم الناس من لسانه ويده يسلمون من أداه ومن شره عرفنا معنى المهاجر الحقيقي فيما روي عن صالح ابن بشر ابن فديك خرج فديك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فديك أقم الصلاة وآتي الزكاة وهجر سوء واسكن من أرض قومك حيث شئت معاني الهجرة الإيجابية في حياتنا المعاصرة كتير جدا كتير على الإحصاء أو الحصر لمن أراد أن يسلك طريق الاتباع مبتعدا عن الابتداع الذي تمارسه جماعات التكفير والضلال ممن يفترون على شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالكذب الواضح والفهم المغلوط ممن يحسبون أنفسهم على شيء وفي الحقيقة هم ظالمون لأنفسهم ولغيرهم ممن يحسبون أنهم يحصنون صنعا وللأسف هم الأخسرون أعمالا احتفلوا احتفلوا وابتهجوا وافرحوا بالعام الهجر الجديد والطعضوا وتعرضوا لنفحات الله ورحماته في تلك الأيام المباركة عسى أن يصيب أحدكم من نفحات ربه ورحماته ما يسعده طيلة حياته